بالدرس رقم 12 من سلسلة سؤال وجواب رح يتم الإجابة على مجموعة من الأسئلة اللي تم طرحة من قبل المتابعين ولذلك تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف كون أخواتي إن شاء الله بخير الله يسعد أوادكم يا رب وإن شاء الله دوم بتكونوا بصحة وعافية معكم علاء الحسن من قناتنا Online Business Mind اليوم بفضل الله طبعا رح نجاوب على مجموعة من الأسئلة اللي تم طرحة من قبل المتابعين ولكن ببداية الفيديو بتمنى ما تنسانا أخي الكريم من دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى توصلك جميع الإشعارات الجديدة من القناة بنفس الوقت لا تنسانا من زر اللايك زر اللايك رح يساعد هذا الفيديو بخوارزمية يوتيوب ورح يساعد القناة بشكل عام خلينا نقول بسم الله ونبدأ هاي الحلقة ببداية هذا الفيديو بدي طبعا أطرح مجموعة من تعليقات المتابعين الداعمة لهاي القناة طبعا أنا فخور جدا بهيئة التعليقات بدعمكم أخواتي نحن بنكبر وبنستمر إن شاء الله طبعا بنفس الوقت بدي لكم أنه كل تعليق أخي الكريم بيدعم القناة رح يكون له أثر كبير جدا بالنسبة لنا حتى نتابع ونستمر بطرح محتوى مفيد للجميع إن شاء الله خلينا نتوجه على الأسئلة ونقول بسم الله السؤال الأول بيقول أعطيني نصيحة بكلمة واحدة بدي ابني مدونة تخصى التسويق بالطيران والفنادق شو بتنصحني أخوك شاهر عبد بألمانيا بالبداية أخي الكريم من الصعب أن يعطيك نصيحة بكلمة واحدة ولكن حتى أختصر لك الموضوع يبدو أنك شخص أردي شغال على المجال وشايف أنه فيه ورزق إليك وحابب تطور هذا الشغل حتى تبني إليه موقع أو مدونة تختص بهاي الأمور مثل ما بنعرف الحجز الفندقي دائماً يرتبط أو غالباً يرتبط بالرحلات السياحية من خلال الأفراد أو الجروبات وبالتالي هذا الأمر جيد وخاصة بوجود جالية يعني ما بدي لك سورية جالية سورية وعربية حديثة موجودة في ألمانيا وبالتالي الموقع هذا اللي ممكن تنشؤ ممكن يصير وجهة مستقبلاً طبعاً بأمور الطيران والحجز الفندقي إلى آخره بالنسبة للعرب الموجودين بألمانيا والفكرة جيدة جداً في حال بدك أي مساعدة بإنشاء موقع بيختص بهذه الأمور بإمكانك تتواصل معي من خلال وسائل التواصل الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو السؤال الثاني بيقول شكراً أخي أنا مغربي مقيم بالإمارات وأريد منتوج ينزل للمغرب هل أحط بالتسجيل بأمازون وعلي بابا المغرب ولا الإمارات؟ شكراً بداية أخي الكريم إذا كنت مغربي مقيم بالإمارات وبدك تشتري منتج بيئة جملة من الصين وتروح تبيعه بالمغرب فأنت مانك بحاجة أمازون أخي الكريم لأنه أمازون غير موجودة في المغرب أمازون حديثاً صار إلى برنامج في الإمارات وبالتالي في حال بدك تبيع منتجك بالإمارات بدك تنزل المنتج للإمارات في حال بدك تبيع هذا المنتج بيئة المغرب بإمكانك تستورده من علي بابا مباشرة من الصين بسعر الجملة بتروح طبعا اتبعه بالمغرب ومنك بحاجة الى امازون نهائيا خلينا ننتهل على السؤال اللي بعده طبعا السؤال اللي بعده بيقول يعطيك العافية اخ علاء الله يعافيك يا رب وشكرا لجهودك القيمة تسلم يا اخي يا ريت لو تحكي لنا اي افضل امازي سكاوت ولا الجنجل سكاوت وشكرا جزيلا طبعا اخي مثل ما بتعرف انت احنا عملنا فيديو خاص بالامازي سكاوت بقناتنا وبنفس الوقت ايضا في عندنا فيديو خاص للجنجل سكاوت ايضا بالقناة شرحنا فيهم تفاصيل هاي السوفتويرات بشكل عام انت بامكانك تختار اي سوفتوير ممكن يناسب احتياجك او الطلب اللي بدك اي انت طبعا كلا السوفتويرات اخي الكريم عنده خوارزمية معينة ما بتقدر تقول هذا افضل او هذا افضل احيانا ممكن يعني السوفتوير هذا يعطيك نتائج معينة وهذا يعطيك نتائج ممكن مختلفة حسب كل سوفتوير والداتا او الخوارزمية الموجودة داخل هذا السوفتوير تمام وبالتالي انا طرحت المميزات وانت بامكانك تقارن كل طبعا سوفتوير فيه برو اكستنشن وفيه ويب اب والاميز سكاوت نفس الكلام فانت شوف معلم شو هو اللي شايفو انت مناسب بالنسبة لك لميزانيتك مثلا لاحتياجاتك لتطلعاتك للبحث عن منتج او اختيار نيش طبعا مثل ما حكينا سابقا الاميز سكاوت فيه ميزة اضافية بالبرو اكستنشن تبعيته واللي هي امور النيش وتحديد السوق الى اخره ويعني مجموعة من الامور اللي شرحناها بشكل مفصل بالنسبة الى الاميز سكاوت شفتو سوفتوير يستحق طبعا الشرح وعملت عليه رفيو وبنفس الوقت الشركة اخي الكريم عطتني خصم خاص بالنسبة للمتابعين اذا حد تستثمر بهاي الاداة بإمكانك تدفعها لمرة واحدة فقط بدون اي رسوم سنوية من الرابط اسفل الفيديو السؤال اللي بعده اذا انتانا على السؤال اللي بعده انا من العراق واهوى العمل والتجارة الالكترونية وبالخصوص امازون اف بي اي والشوبافاي هل استطيع ذلك؟ بشكل عام اخي الكريم بإمكانك تبدأ بمجال التجارة الالكترونية في حال كان طبعا عندك موقع بدك تبيع منتجات في حال عندك منتج معين حابب تسوقه او تستورد من الصين بالجملة وتبيعه بالمفرع بإمكانك بإمكانك تشغل على منصة الشوبافاي الى انه الامازون اف بي اي اخي الكريم في صعوبة انك تشتغل فيها وخاصة انه العراق من البلاد المحظورة لامازون اف بي اي تمام؟ السؤال اللي بعده حافظك الله ورعاك اخي علاء الحسن وشكرا جزيلا على اثراء المحتوى الهدف تسلم اخي بارك الله فيك اخي علاء هل يمكنني التحكم في الكوبونات التي تظهر مع السلع المعروضة في امازون اف بي اي بحيث اقوم بازالتها بشكل عام اخي الكريم بجميع المتاجر الالكترونية سواء على الورد بريس على الشوبافاي او على امازون اف بي اي بإمكانك تنشؤ كوبونات اخي الكريم بإمكانك تشيلها الهم جدا عند انشاء الكوبون طبعا وهذا الامر شددنا عليه بالكورس بحيث اخي الكريم يكون واضح ايضا للطلاب تحديد مدة بداية هذا الكوبون ومدة نهاية هذا الكوبون من الخطأ انك تترك الكوبون مفتوح المدة بنفس الوقت من المهم جدا تحدد الشخص كيف ممكن يستخدم هذا الكوبون بحيث تحدده مثلا لمرة واحدة من اكبر الاخطاء اخي الكريم اللي شفناها انه الشخص ممكن يترك هاي الاعدادات مفتوحة فاي شخص على سبيل المثال انت عندك 500 قطعة وعملت كوبون دون تحديد هاي الامور بيأتي اي شخص بيشوف انه فيه تخفيط 50% على المخزون كله اللي عندك ماشي فممكن يسحب المخزون كله بتخفيط 50 قطعة وبالتالي انت مخزون اكون شو بيصير فيه بيفضل وهذا كله راح فقط لمشتري واحد من الامور الهامة جدا اذا تحديد استخدام الكوبون مرة واحدة للشخص بحيث انه ما فينه يستخدم الكوبون ويظل يشتري هذا المونتاج وتحديد مدة بداية ومدة نهاية حتى طبعا تعرف انه خلال مثلا الخمس ايام القادمة او الست ايام القادمة انا عامل ديسكاونت ورح ينتهي طبعا خلال الستة ايام هاي تمام اخي اذا بيمكانك تشوي لوقت بدك ولكن من المهم جدا تحديد المدة الدورة الكاملة في امازون اف بي اي من البداية الى الاحتراف تم تحديث الدورة التدريبية في عام 2019 وتمت اضافة العديد من الدروس والاقسام الجديدة التي تلبي احتياجات العمل كورس امازون اف بي اي من البداية الى الاحتراف سيكون المدرب والمرجع الخاص بك خطوة بخطوة على طول الطريق لبناء عملك التجاري حتى ولو لم يكن لديك اي خبرة او اي فكرة عن مجال البيع في منصة امازون العملاقة والتي تقدر اليوم بما يزيد عن تريليون دولار حتى لو كنت جديد في موضوع التجارة الالكترونية لا تقلق سنكون الدعم الخاص بك لتفهم وتتعلم خطوة بخطوة لكي تبدأ بعملك التجاري من اي مكان في العالم عبر منصة امازون والتي تعد اليوم من افضل طرق العمل والربح اونلاين ان هذا الوقت يعد من افضل اوقات للدخول في هذا المجال تعلم اسرار هذا العمل خطوة بخطوة فهي على بعد نقارات فقط بالاضافة الى ذلك احصل على هدية قيمتها 200 دولار مجانا وهي قائمة من 15 منتج تمت دراسته وحققت في 2018 ارباع عالية جدا من خاص بنا في حال واجهتك اي مشكلة او كان لديك اي سؤال تستطيع الوصول الى هذه الدورة التدريبية من خلال الرابط في صندوق الوصف اسفل الفيديو السؤال اللي بعده يعطيك العافي اخي الله يعافيك يا رب محتوى حلو وشرح حلو بس ملاحظة صغيرة حاولت تتجنب السرد الطويل بالفكرة الوحدة يعني هاي الافكار الحلوة كان فيك تعرضة بطريقة احلى وشرح اقصر بربع ساعة على الاكثر بس هيك بتمنى تتأبل تعليقي بالطبع اخي الكريم بتتأبل تعليقك لانه طريقة الطرح جميلة وبنفس الوقت هذا النقد بيعتبره انا نقد بناء رح يساعدني مستقبلها ان شاء الله لتحسين مستوى القناة وتحسين مستوى الفيديوهات المطروحة بشكل عام اخي الكريم اللي حابب انا طبعا وضحه هون انه الكثير من المتابعين اللي ام يحضروا هاي القناة او اللي ام ياخدوا فكرة عن المجالات اللي نحنا امنقدمها يعني ما بيعرفوا عنها شيء لذلك اخي الكريم من الصعب جدا بعض الامور انك تشرحها بمجرد خمس دقائق او عشر دقائق هاي القناة اخي الكريم قناة تعليمية ام تعلم الناس كيف ممكن تبدأ عملها بشكل عام بمجالات بجوز اول مرة بتسمعها بنفس الوقت اخي الكريم في ناس الله انعم عليها باستيعاب سريع جدا ممكن تاخد فكرة الفيديو بخمس دقائق الى انه بعض الناس تحتاج الى شرح معين حتى تقدر تستوعب هاي الفكرة بشكل اكبر ومن هاي الناحية اخي الكريم انا بحاول دائما اتوسع بالشرح بشكل يعني انا كون مرتاح فيه واتقدم الفيديو انا كون مرتاح فيه وبالتالي بقدر شوف ايجابا تعليقات المتابعين بيعرف اني قدمت مادة راح تفيدهم مثل ما راح تفيد الناس طبعا اللي راح تشاهد هذا الفيديو مستقبلا السؤال اللي بعده اخي انا موجود بتركيا وعندي حساب بيبال وسحبت منه اكتر من مرة بس اخر مرة سحبت مبلغ كبير ولحد هلا ما وصلني صار لي شهر بتواصل مع بيبال بيقول لي بعثناهم بروع البنك بشوف كشف الحساب ما وصل شي اللي انا بعرفه اخي الكريم انه البيبال محظورة بتركيا ما بعرف كيف تستخدمه انت بشكل عام ولكن هذا الموضوع المفروض تتواصل فيه مع دعم بيبال بشكل مباشر وايضا تتواصل مع البنك ايضا بشكل مباشر حتى تعرف شو الموضوع تمام ربما الخطأ انه المنصة والردي محظورة هي ولكن صراحة ما بعرف حاول تتواصل مع دعم البيبال لتشوف شو حل هذا الموضوع السؤال اللي بعده سلام اخي الله يرضى على جهودك بارك الله فيك سؤال من فضلك ما هو الفرق بين الكورس المدفوع والكورس المجاني لانصار عدة مرات اقرأ كورس اف بي اي المجاني ولكن هناك عدة اشياء لم افهمها الكورس المجاني اختي الكريمة حتى يقدر المتابع ياخد فكرة عن نمط العمل هذا الكثير من الناس ما بتعرف شو يعني تكون تاجر او بقع على منصة امازون وبالتالي قدمنا الكورس المجاني حتى يوضح فكرة ونمط هذا العمل بشكل عام بنفس الوقت حتى تقدر يتاخذ فكرة عن طريقة التدريب اللي نحنا بنقدمه الكورس المدفوع كورس عملي تطبيقي فيه كل الخطوات بيبلش يعني من قبل الصفر في خطوات معينة بتساويه قبل التسجيل الى مراحل متقدمة من هذا العمل الى جانب الدعم الشخصي مني داخل هاي الدورة التدريبية في حال عندك مشكلة واجهتك في حال واجهتك اي مشاكل كان عندك اي اسئلة بدك ركومنديشن معين رحكون انا طبعا بجانبك اخي الكريم من خلال الدعم المقدم داخل هاي الدورة التدريبية المدفوعة بالاضافة الى ذلك مجموعة من البونس والتحديثات اللي رح تضل متاحة اليك بشكل مستقبلي اي اضافات جديدة على هاي او تحديث للدورة التدريبية رح تقدري توصلي في حال انضمتي للدورة التدريبية المدفوعة والبونس متل قائمة المنتجات الموجودة واللي رح يتم طبعا اضافة منتجات وتحديث هاي القائمة ببداية السنة الجديدة ان شاء الله بالاضافة الى ذلك الى موقع يدعم ماركت المنتج الاول بالنسبة اليك ايضا يقدم مجانا طبعا كل شخص بامكانه يراجع تفاصيل الدورة التدريبية المدفوعة باللغة العربية من الروابط اسفل الفيديو بحيث ياخد فكرة شو اللي ممكن يتعلموا داخل هذه الدورة التدريبية منهج العمل الخاص بالدورة التدريبية ايضا ظهر بامكانه يعمل مراجع لهذه الدورة وياخد قرار في حال كان بده ينضم لهذه الدورة السؤال اللي بعده اولا عند انشاء موقع الكتروني للتسويق بالعمول هل يكون اسم الموقع باسم الشخص على سبيل المثال المعاز بشكل عام اخي الكريم عند انشاء موقع للتسويق انت بتشتري اسم نطاق هذا الاسم بيكون مسجل باسمك بملكيتك انت خلال سنة معينة مثلا على سبيل المثال جوجل دات كوم هذا اسم موقع وقت بدك تروي انتع موقع جوجل بتكتب جوجل دات كوم ولكن اصحاب هذا الموقع ما اسمهم جوجل اكيد تمام فانت المفروض تشتري اسم نطاق او دومين يحمل الموقع الخاص فيك ثانيا عند التسويق عبر التواصل الاجتماعي يكون التسويق عن طريق الصفحة مثل صفحتي باسم معاز او عن طريق انشاء رابط صفحة في الفيسبوك وتويتر وانستجرام بامكانك اخي الكريم تانشئ صفحات خاصة بهذا العمل وتبدأ بالترويج من خلاله او بامكانك ايضا ترويج من خلال الصفحة اللي باسمك الشخصي ايضا هذا الامر اللي بيرجع اليك تمام اخي الكريم طبعا وصلنا لنهاية الاسئلة بتمنى ما تنسان اخي الكريم من دعم القناة باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس بتمنى لكم التوفيق من القلب كان معكم علاء الحسن من قناتنا اون لاين بزنس مايند وجمع مباركة علينا وعليكم يا رب السلام عليكم اشتركوا في القناة